على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق قطار التسوية في اليمن وثلاث جولات من المحادثات بين الحكومة والميليشيا إلا أن الحديث عن قرب التواصل إلى حل سياسي للأزمة يعود في كل مرة إلى نقطة الصفر تكتكن اتبعه الطرف الانقلابي للتهرب من استحقاقات السلام والذي سيفرض عليه منها انقلابهم وتراجع عن الخطوات التي قاموا بها خلال عامين من الانقلاب وهو ما جعل الطريق إلى السلام في اليمن يبدو أبعد في كل مرة عن المرة السابقة هذه المرة ومع تصاعد الحديث عن هدنة جديدة تتزامن مع تقديرات لعقد جولة رابعة من المحادثات عاد الانقلابيون إلى الحديث عن وقف الغارات التي ينفذها طيران التحالف مقابل وقف العمليات العسكرية التي ينفذونها على الحدود والتوقف عن اطلاق الصواريخ الباليستية على المدن السعودية رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للانقلابيين في صلعاء طرح ما اسمه مبادرة جديدة تنص على وقف غارات التحالف مقابل إيقاف الميليشيا لعملية على الحدود وإيقاف إطلاق الصواريخ في حين لم تتطرق المبادرة لخطة السلام المطروحة من الجانب الدولي ولا للهدنة الإنسانية التي وصل المبعوث الأممي لمسقط لبحثها مع وفد الانقلابيين هناك عرض الوقف الجزئي للحرب المطروح من قبل الانقلابيين قبل بالرفض من التحالف العربي الذي شدد على ضرورة التواصل إلى حل شامل للأزمة وقال المتحدث باسم التحالف اللواء أحمد عسيري أن التحالف يرحب بأي جهد لتسوية سياسية حقيقية بدلا عن هدنة جزئية بلا رقابة ولا مراقبين حسب قوله دعينا الانقلابيين للموافقة على مقترحات كيري والالتزام بالمرجعيات المتفق عليها كأساس للحل في اليمن اشتركوا في القناة